بسم الله الرحمن الرحيم أبنائنا وطلابنا العزاء فرسان الصف الخامس الابتدائي أهلا بيكم في الجزء الثاني من هذه الحلقة في المراجعة العامة على ما سبق دراسته للفصل الدراسي الأول تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم في الجزء الأول كلمنا عن درسين وهو حب الوطن ومصر ونشورة الدنيا وتعمقنا شوية في النحو ولسه هنتعمق أكتر وأكتر في الدروس اللي احنا حصلنا عليها نستكمل مع بعض مراجعة على الوحدة الثانية من الكتاب المدرسي وما زال الكتاب المدرسي معك علشان خاطر تسترجع منه المعلومات اللي احنا هنعرضها على حضرتك دلوقتي فتعالوا معايا نبدأ مع بعض تدريبات عامة وشاملة على الوحدة الثانية نبدأ مع بعض النشاط الأول ونشوف حديث العلم النافع وتقدم المجتمع فاكرين الحديث دوت تعالوا نستعيده مع بعض ونشوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم تاني حولك الحديث تاني زي ما هو مختوب عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم حكامل عليك ما فيش مشاك فمن أخذه أخذ بحظ وافر ده كان الجزء الأخير من الحديث الشريف تعالوا نشوف مع بعض ايه المطلوب مننا هات من الحديث ما هي دي كلمة جمعها دراهم من الحديث يعني أنت فيه في الحديث كلمة الجمع بتاعها دراهم ايه الكلمة دي رائع درهم طب ديني معنى لكلمة درهم قالك إن كلمة درهم هي عملة قديمة تستخدم في التغارة وهي عملة زهبية طيب نشوف تاني كلمة مضادها لم يتركوا لمن بعدهم برضو في الحديث اللي هي كلمة لم يورثه هو بيقول لك حضرتك يديك معنى وبيقول لك يعني المطلوب منه موجود جوه نص الحديث الشريف أداة توقيد أداة توقيد ممكن أقول إن وممكن أقول قد وممكن أقول إنما طب أنا موجود عندي إيه هي أداة التوقيد إن وبرضو قادر أقول إن من أدوات التوقيد إنما كلمة مفردها النبي وطبعا موجودة في القطعة أو موجودة في النص الحديث هي الأنبياء إن الأنبياء ورثت الأنبياء إن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه الترمزي تعالوا نشوف ما مرأس الأنبياء للعلماء أنا هقول لك وإنت تتجاوب معايا مرأس الأنبياء للعلماء الدنارا والدرهم الأموال والعقارات والأراضي لا لا دا ولا دا ولا دا مرأس الأنبياء للعلماء ولكل البشرية هو العلم النافع هنشوف كده الكلام دا الأنبياء يورثون العلم النافع لكل البشرية ولا يورثون الأموال مثل الدنار والدرهم هو الحديث شرح نفسه الحديث مش محتاج زيادة فيه بيقول لحضرتك لو كان الأنبياء قد انتهى زمانهم فيأتي من بعدهم العلماء طيب إيه دور الأنبياء دور الأنبياء أنهم كانوا يهدون الناس بالعلم والمنفعة للبشرية دا كان دور النبي هو العلم والهداية العلم والهدى طب انتهى زمن الأنبياء مين اللي تولى الأمر بعد زمن الأنبياء قال لك العلماء طب هل الأنبياء ترقوا للأمم الدنارة والدرهم والأموال والزهب والعقارات والأطيان وواواوا قال لك لا ما سابوش ما فيش نبي ساب التاركة دية ولا المراس دوت إنما كل الأنبياء المراس اللي ورسوه للأمم من بعدهم هو العلم النافع ولذلك قال لك من أخذه أخذ مين قال لك أخذ العلم النافع طيب لو حصل الإنسان على العلم النافع ما نتيجة ذلك ما نتيجة ذلك أو ما أثر ذلك قال لك فقد حصد الخير كله فقد فاز بحظ وافر الحظ الوافر والحظ الكامل تمام؟ يبقى الحديث زي ما قلت لك مش محتاج زيادة فيه طيب نشوف أكمل ما يلي العلاقة التي تجمع بين العلماء والأنبياء من وجهة نظرك إيه هي العلاقة التي تجمع بين العالم والنبي أو النبي والعالم قال لك إن العلماء هم ورثت الأنبياء في تعليم الناس وهدايتهم والله هو عنده النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما أتى إلينا وكان خاتم الأنبياء والمرسلين جاء إلينا بالعلم والهدى وكل الأنبياء قبله كانوا كذلك ولما انتهى زمن الأنبياء بانتهاء النبي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من بعض الأنبياء العلماء هؤلاء العلماء هم الذين لعبوا الدور الكامل حتى قيام الساعة في إيه؟ في تعليم الناس وهدايتهم تمام؟ طيب أما النشاط الثاني فبيتكلم على الجامع الرائع والجامع السهل جدا ولو إحنا ركزنا معاه شوية هنإيه؟ هنتمكن منه لو جامع المذكر السالم تعالوا نشوف دعا جامع المذكر السالم مكان النقط فيما يلي نرحب بنقط دوما مين اللي بيجن من العالم من كل الدنيا عشان يشوفوا الأثار بتاعتنا والمعالم السياحية السائح اللي هو مفرد اللي هو جامع السائحون أو السائحين طيب أنا بقى هنا قبت بالسائحون ولا كتب السائحين والله يا أستاذ نكتب السائحون طب تعالوا نشوف كده لو واحد مننا كتب كلمة السائحون إحنا نظرتنا للإجابة دي إيه؟ واحد يقول لك صح أقول له طب راجع تاني واحد تاني يقول لي لا يا أستاذ هو ما خدش باله من حرف الجر الباق ما هو الباق من حروف الجر طب ما الباق من حروف الجر يبقى اللي بعدها اسمه مجرور طب ما جامع المذكر السالم لو كان مجرور هيبقى مجرور بإيه؟ هيبقى مجرور بالياق يبقى نرحب بالسائحين دائما أو دوما طب أقرب السائحين قال لك السائحين اسمه مجرور بحرف الجر الباق وعلامة جر الياء لأنه جامع المذكر السالم تمام قال العلماء ملهم لو علامة مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم يبقى أنا محتاج خبر طب الخبر مرفوع وجامع المذكر السالم لو مرفوع أيضا مرفوع بيه؟ بقون ولا أين؟ لا يا أستاذ مرفوع بقون اللي هو الواو والنون يبقى حنقول للعلماء محبوبون أو مخلصون أو مقتهدون طب نعرف قلنا أن العلماء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه اتضمى لأنه جامع تكسير محبوبون خبر مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جامع المذكر السالم نقطة خاشعون في صلاتهم هو مين اللي بيصلي المصلون ولا المصلين يا أستاذ المصلون يعني المصلون ولا المصلين لا أنت تأكد على معلومتك وأنت الصح وهي كلمة الإيه؟ المصلون لأنها اسم جاي في أول إليه؟ في أول الجملة فالمصلون طعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جامع المذكر السالم أحسنتم لو احنا قلنا جامع المذكر السالم بس جامع المؤنس السالم يزعل مننا فجيبنا مثال لجامع المؤنس السالم دع جامع المؤنس السالم مكان النقط في مياد هؤلاء نقط محباة للقراءة ولابد أن نتبع نقط المرور نشوف هؤلاء إيه؟ الطالبات يعرب دع مش طالبات لا في دي ما قدرش عرب ما قدرش عربة شوية لأنها عربة سابق لسنكم دلوقتي فكلمة الطالبات دع جامع مؤنس السالم لابد أن نتبع نقط المرور نتبع فعل مضارع طيب نتبع نحن إيه اللي اكتبه هنا؟ قال لك هنكتب كلمة إشاراتي المرور ده جامع مؤنس إيه؟ ده جامع مؤنس السالم أنا عايزك من دلوقتي تعرف إن فيه ما هو مستحق إنك تعرفه وما هو مؤجل إنك تعرفه دلوقتي فيه كده إعرابات تكون زيادة علينا شوية مش هنقدر نستوعبها دلوقتي فإحنا بناخد اللي يكفينا فقط في هذه المرحلة العمرية وبعد كده لما نجبر تدريجيا هتزيد المعلومة معنا وتزداد ثقل النحو وغزارة النحو طيب مشاهة التالت تخير علامة الأعراب الصحيحة لما تحتوي خط فيما يليه يعني ضم فتحة قصرة واو ألف نشوف تفيدنا القهرباء مسكت تفيدنا القهرباء لو قلت أو ولا آ ولا إيه ما قلش كلام إنت اللي هتقول فيه تنفيذ المشروعات تفيدنا تفيد فعل وإنه مفعول به طب مين اللي بتفيدنا الفعل اللي هو القهرباء طب القهرباء فعل يبقى القهرباء فعل مرفوع وعلامة رفعه إيه صح الضم قهرباء فعل مرفوع وعلامة رفعه رفعه الضم انطلق المتسابقان ايه في السباق العلمة دي معناه ايه مسنة طب انطلق فعل المتسابقان فاعل طب الفاعل ده مسنة طب المسنة بيرفع بيه قال لك يرفع الألف صح اهتم المصريون ببلادهم نفس الكلامة تم فعل واللي قام بالفعل الفاعل اللي هو المصريون فالمصريون طبق بيه المصريون طبق فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم ده كان جزء بسيط بيتكلم عن درس اسمه العلم النافع وتقدم المجتمع وبعد كده انطلق بينا التدريب الى جمع المذكر السالم وجمع المؤنس السالم بس احنا عايزين نستكمل معاكم فرع مهم جدا يمكن انطلب مننا ان احنا نتكلم فيه واوانوا دلوقت ان احنا نتكلم فيه وهو فرع التعبير انا عايز اتكلم مع حضراتكم عن فرع التعبير تعالوا نتكلم مع بعض التعبير دوت ممكن يجيني ايه وبيكتب ازاي وانشوف انتو ممكن تكتبوه ازاي ولكن من خلال الشاشة فكونوا معي فضل ابناء العزاء اللغة العربية في الامتحان مش قصة ولا قراءة ولا نصوص ولا نحو فقط فيه فرعين مهمين او فيه فرع ثلاثة كمان فيه فرع التعبير وفيه فرع الاملة وفرع الخط فاحنا مش عايزين ناخفى لازيل الفروع لانها مهمة جدا لتعطينا دراجات انطلب من هنا كتير ان احنا نتكلم عن التعبير وطبعا التعبير لازم نفهم ان هو لازم يكون مناسب لمرحلة العمرية يعني انا مقدرش يجي اجل طالب في سنة خمسة بتناه اقول له اكتب في حدود تلاتين سطر او في حدود عشرين سطر او 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 لا احنا لسه بنحببه في ان هو يعبر عنه فكرة التعبير ان هو يكون عنده قدرة ان يعبر عن رأيه وان هو يقول اللي عايز يكتبه مش يقول اللي احنا عايزين نكتبه الفهم الصحيح ان احنا نطرق للطالب مساحة من الحرية ان هو يقول اللي هو عايزه مش يقول اللي احنا عايزينه التعبير عندنا بيقسم لون عين تعبير وظيفي وتعبير ابداعي ركز معايا تعبير وظيفي وتعبير ابداعي هنعرف مع بعض بعض اجزاء من التعبير الوظيفي اللي ممكن يفدني دلوقتي في المرحلة العمرية وبعرز ذلك نتكلم عن كيفية كتابة موضوع تعبير إبداعي تعالوا معي نركز مع بعض بقى كرة التعبير نوعين فيه تعبير اسمه تعبير وظيفي وفيه تعبير اسمه تعبير إبداعي التعبير الوظيفي عبارة عن إيه قالك ممكن دلوقتي اتكلم عن مثلا رسالة اكتب رسالة مثلا لواحد ممكن تكون مثلا برقية ممكن تكون مثلا لافتة اللي احنا بنسميها باللغة العنبية يفطى ما اسمهاش يفطى اسمها لافتة التعبير اللي دي احنا نتكلم عنه دلوقتي موضوعات بتعرض على الطالب تمام؟ هو بيختار واحد من الاتنين ويتكلم فيه بقى حب الوطن حب الام الصناعة نهر النيل الصداقة التعاون هنتكلم عن الحاجات دي دوات بس انا عايز اتكلم عن حضرتك في الاول عنده فحاخد البسيط دلوقتي اللي هي لافتة هتكلم عن مين؟ هتكلم عن اللافتة اللافتة بتبقى بالشكل ده بتجيلك ورقة فاضية ورقة قدامك اللي هي الورقة اللي قدام حضرتك بتجيلك بيقولك اكتب لافتة تحص فيها مثلا على حب الوطن اكتب لافتة تشجع فيها على اهمية النظافة اكتب لافتة تدعو فيها الى احترام الوالدين اكتب لافتة تشجع فيها على طلب العلم اعرف بقى ان اللافتة دي عبارة عن كلمات جملة مختصرة هي جملة او جملتين على الاقصر بحيث لا يتعديان سطر طب اديني مثال يا استاذ حضرتك بتيجي في الصفحة بتعمل المستطيل دوت بالمستطيل بتاعتك بقلم رصاص ومستطيل ما فيش ايام الشكل وبتكتب فوق كرة اللافتة هتكتب فوق مثلا لافتة عن اهو عن مثلا النظافة مثلا هتيجي هنا في الجزء له بس انا بقى معلش يعني محدد شوية لازم اراعي المسافات لازم اراعي الابعاد يعني اقول هنا مثلا ايه النظافة مثلا من الايمان قدت بالك اخذ بالك معايا الجملة في النص في المنتصف داخل المستطيل لا هي ايمين ولا هي اصار لا لازم تكون في المنتصف تبدييني مثال تاني لما اجا اقول على سبيل المسال عن حب الوطن حقول ايه حقول حبه الوطن ده بقى مثلا في شكل تاني من الايمان مثلا برضو ده شكل اللافتة لو انت لحظت معايا ده هي جملة بس جملة مختصرة بس قدت الغرب بتاعها يبقى لما يجي يقول لي اعمل لافتة او اكتب لافتة اكتب لافتة ازاي اروه عامل مستطيل صغير المستطيل دوت وليقون عشرة سنتي في خمسة سنتي ايه ما يقول ما فيش ايه مشاكل حضرتك بتكتب جملة مختصرة اسمها لافتة زي ما حضرتك بتكون ماشي في الشوارع وتلاقي كلمة مكتوبة على جدار او على لوحة او على مثلا يفطة متعلقة مثلا على سبيل المسال حافظوا على نظافة مدينتكم لما اجي اقول احترم والديك لما اجي اقول مثلا شجع على طلب العلم اقول طلب العلم فريضة خلاص ده بالنسبة لي لافتة واللافتة زي ما قلت لك بتتحط في المستطيل ده في منتصف المستطيل يبقى فيه ابعاد متساوية ما بين الايمن والايسر ده شكل اللي لافتة طب الرسالة او مثلا على سبيل المسال البرقية هتكلم عن البرقية مثلا دلوقتي هنا البرقية عبارة عن واحد بعد برقية صغيرة كلمة عارفين كلمة برقية برقية يعني ايه يعني حاجة سريعة زي البرق كده انت لما بتشوف البرق بتقول ده ده برق يجي ومشي هنا للبرقية رسالة سريعة ولما اقول رسالة ده معنى ان واحد بعت رسالة لواحد تاني يعني فيه مرسل بعتها الواحد اسمه مرسل اليه بس بعته قلمة يعني مثلا ايه اقولك ايه مثلا اكتب برقية لزميلك تدعوه الى زيارة مصر في الصيف اكتب برقية لصديقك تهنئه بعيد ميلاده اكتب برقية لاخيك مثلا تدعوه العودة الى مصر ايه مكان اعملي بقى في البرقية هعمل اللي حقوله لك ده ادي البرقية البرقية هنا حكت بقول اسم المرسل اليه اللي هو زي مين مسلا بس خلي بالك انا بقول لها لك هو وانا مسؤول عن كلامك ما تكتبش اسم اشخاص ما تكتبش اسم اشخاص هقول عزيزي نقط لا تقول لي بقى عزيزي احمد ولا تقول لي عزيزي محمد ولا كلام ده كله خالص ما عندناش الكلام ده تمام وممكن اكتب التاريخ اقول التاريخ ولياكم مسلا ستة وعشرين اتناشر عشرين عشرين اللي هو ايه بقى اللي هو التاريخ وفيه ناس بتكتب العنوان تمام اكتب برقية لصديقك تهنقه بعيد ميلاده برقية حاجة بسيطة جدا انت بتهنقه بعيد ميلاده اوكي ما فيش مشاكل هقول له عيد ميلاد سعيد مثلا واجه هنا تحت خالص اقول له اخوق اللي هو المرسل بقى اخوق نقط ولياكم ممكن اكتب عنوانه وحقول عنوانه وصل اليه القاهر ما فيش مشاكل ده شكل البرقية لا بزود اكتر من كده ولا بنأس اكتر من كده الرسالة ازلت شوية يعني ممكن نتكلم عنه فيه مرحلة تالية ان شاء الله ده كان الشكل بالنسبة للتعبير الوظيفي طيب التعبير الادعي اللي هو ده اديني امثل يا مصر كده على التعبير الابداعي واعمل فيه والله التعبير الادعي لما يقولك مثلا الام هي نبع العطاء ورمز الحنان مصر هي ام الدنيا مثلا مصر تنتلق بالمعالم السياحية نهر النيل النهر الخالد شريان الحياة الصداقة التعاون المحبة حب الوطن العلم دو كلها موضوعات بسيطة اعمل ايه يعني لو جالي موضوع زداء اعمل ايه حاجة بسيطة جدا رأي القاتي واحد كتابة عناصر مثلا من اتنين لتلات عناصر بالنسبة لتسنك كتابة عناصر ما فيش اي مشاكل تاني حاجة يعني اكتب جمل في الموضوع يعني ما فرعش الموضوعات انا بتكلم على الام ايه بتكلم على الام بتكلم بقى اللي احنا نعرفه تسعة اشهر وارضعاتنا وصهرت على راحتنا بس فيه حاجات لازم نتعلمها اسمها العلامات الترقيم زي ايه مثلا يعني مثلا لو انا حسأل سؤال لازم اجي في الاخر وروح اعمل علامة استفهام لو انا حتعجب من شي او مثلا ما اجمل مصر او ما اجمل ام اروح حطت حاجة اسمها علامة تعجب خلصت الجملة احط نقطة جملة وجملة تانية مختلفة عنها اعمل فصلة طب جملةين مرتبطين ببعض اروح اعمل حاجة اسمها الفصلة المنقوطة طب اقول وقد قال الرسول اروح اعمل قالة واروح حطت ايه نقطة اين فوق بعد وافتح قوس اسمه علامة التنصيص لاني اللي حتكتب اللي حيتكتب هنا مش كلامك ده كلام حد تاني فلما اقول وقد قال الله وقد قال الرسول وقد قال الشعر لا يا باشي بقى لازم هنا اعمل ايه حضرتك احط نقطة اين فوق بعد وافتح حاجة اسمها علامة التنصيص بعض الامهات والاباء بيطلبوا مننا ان احنا نعمل حاجة اسمها مقدمة انا بحكم التخصص وبحكم الدراسة اللي درستها مفيش حاجة اسمها مقدمة سبتة لكل الموضوعات مفيش كلام بها هو الطالب بيبدأ بالكلمات زي ما نقول مثلا مما لا شك فيه ان هذا الموضوع على قدر العالم من الاهمية هنا حضرتك هقولها تاني مفيش موضوع تعبير من غير عناصر اللي هي الافقار حضرتك ما تكررش اللي انت ختبته قبل كده ما ينفعش انت خلاص كتبته مرة واحدة فما تكررهش تاني حضرتك لازم انك انت تراعي ما يسمى بعلامات الترقيم مثلا ما اجا اقول هل تحب امك اروح حطت علامة استفاهم ما اجمل صفات الام احط علامة تعجب احط نقطة بعد الختام الجملة احط فصلة ما بين جملتين مختلفين عن بعض احط حاجة اسمها الفصل منقوطة لما يكون جملتين مرتبطين ببعض قالة احط نقطتين فوق بعض وافتح قوس التعبير انا ما قدرش اسقل عليك فيه دلوقتي طب اكتب دي يا استاذ والله اكتب عشر اسطر اكتب عشر اسطر لان سنك هو اللي يسمح بك بعد كده بنتدرك في الكتابة بس خلي بالك اكتب اللي انت شايفه بناء على فكرك او على حريتك هو اتعلمنا احنا في الكليات وفي دراستنا انك انت ما تفردش على الطالب موضوع تعبير بعينه او ما تفردش عليه هو يقول ايه سيب الطالب انت تدي له العنوان وهو يكتب برحته ده كان شكل مصغر لموضوعات التعبير اللي ممكن تيجي واشكالها اكتبها ازاي وخلي بالك معايا على اللافتة والبرقية دلوقتي ان شاء الله في حلقة قادمة حنستقرض مع بعض الرسالة وممكن لو حبنا نتكلم في التعبير تاني ده كان شكل مبسط لكتابة التعبير تعالوا معايا نستعيد مع بعض احنا خدنا ايه ونشوف ايه اللي درسنا افضلوا معايا ابناء العزاء النهارده في الحلقة الجزء التاني من هذه الحلقة اتكلمنا عن درس اسمه العلم النافع وتقدم المجتمع وقلنا ان العلماء ورستوا الانبياء وان الانبياء لم يورسوا دينارا ولا درهما وانما ورسوا العلم فمن اخذ هذا العلم النافع اخذ بحظ وفر بعد كده النشاط التاني والنشاط التالي تركز على اعراب جامع المذكر السالم وعلى اعراب جامع المؤنس السالم وقلنا ان جامع المؤنس السالم هو كل جامع دل على اكثر من ستنين بزيادة واو ونون في حالة الرفع وياق ونون في حالتين نصب والجر يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء جامع المؤنس السالم هو كل جامع دل على اكثر من ستنتين بزيادة الف وتاء على الاسم المفرد في حالات الرفع والنصب والجر يرفع بالضمة وينصب بالكسرة انا سكت عشان تقولي الكسرة ويجر بالكسرة دي كانت اضافة اخرى من بحر المراجعات اللي احنا بنستهدفها معاكم اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان نكون قد اوصلنا اليكم زخائر حقيقية وزخائر طيبة من العلم والمعرفة على الدروسة التي سبق درستك زي ما قلت لحضرتكم احنا مش سايبنكم ومش حنسبكم ومعاكم لغاية ما تصلوا الى وركة الامتحان نلقاكم دائما على خير وسعادة نتمنى لكم كل التوفيق والسداد والتميز انتم اهلوا لذلك شكرا لكم جميعا ونلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته